السلام عليكم كديرين لبسا لكم تمنى تكونوا بألف صحة وعافية اليوم اجلت لكم طبق الارز بالخضر والكاري لديد جدا بالنسبة المقادير غاد نحتاج الجزارة مقطعة الى مكعبات صغيرة الكوسة واحدة قريعة صغيرة هنا بصلا كبيرة مشلدة فلفلة حمراء وفلفلة خضراء جز لايف ديال الارز و جز ديال الحبات ديال المطيشة الزيت الزيتون او الزيت العادية هنا التوم المجفف و ملعقتين كبيرتين من الكاري و شوية ديال الملح بنسبة للطريقة غادي ناخد الكوكوت ديالنا غادي نوضعو فيها الزيت زيتون او الزيت العادية اللي كي يحب نوضعو فيها الحبة ديال البصل كبيرة نخلي وهكا تشحر هنا حتى تطلق لنا بالنسبة الكاري هاد التوابيل هاد راه موجود في الاسواق الكبرى بحال اسيمة مرجان كارفور او لا يمكن لكم تقدو غير في المنزيل دبا نحط لكم ان شاء الله نوريكم الطريقة ديال صنع الكاري في المنزيل كي جي لديد وصحي احتى التوابيل يكون هذا البرد بعد ذلك نحرك هنا مزيان ثم تبدأ البصلة ديالنا تبدأ كالترخة سوف نستمر في التحريك نضيف الجزرة مقطعة إلى قطع صغيرة نضيف الجزرة نضيف الفلفلة نضيف الجزرة نضيف الرجل نضيف الجزرة نضيف الجزرة أو الخريفة الرب صغيرة كذلك مع الاستمرار فتحريك ونضيف التوم المجفف اللي ما عندوش يدير فصل ديال التوم العادي يحكو هنا يزيدو ثم نضيف بعد ذلك الارز الارز اللي استعملت هنا هو الارز بسمتي انتو ما استعملوا النوع ديال الارز اللي عندكم اللي كيعجبكم الابيض او الاصفر انا البسمتي كيعجبني وانا استمر في التحريك بدنا نستمروا في التحريك من بعد غادي نضيفو طماطم بدنا ناكن حركم زيان نضيفو الطماطم والملح البهارات كيفما كتشوفو سهلا والكاري اللي كيتتعتمد عليها هاد طبق هذا بطبيعة الحال وكيعطي هناك هام مختلفة ولديدة جدا وهاد البهارات ديال الكاري فاي صحية بزاف بزاف خصصا في هاد البرد لانا كاتشبه شوية الراس الحانوت شوية عندها عندها بعد المكونات را كتتواجد فيها دبا نحط لكم الوصفة من بعد هناك نديرو جزليف ديال الروز درنا فيهم ربعات زليف ديال الماء من بعد كنت نتغلقو الكوكوت ديالنا وكنخليو يطيب لمدة ديال عشرة ديال ديال دقايق على نار مهيلة كيطيب لنا قد الروز قد الخضراء قد كل شي كيجيو وادا كناشف الشكل النائائي ديال الطبق ديالنا أو ديال الاروز ديالنا هو هادا كنتمنى أنكم تجربوه ويعجبكم شكل مختلف بنسبة الاروز ومضاق مختلف بتنساوش تدعموني وتديرو لي لايك وتشتركوا في القناة وتضقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وتبارتاجوا بزيال شكرا لكم ومرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر